على قدر أهل الخير تأتي المكارم وتنمو إذا فاح العطاء البراعم ويحيى سعيدا من مات عنه والد إذا حاطه عند المصاب الأكارم يعيرنه عطف الأبوة حانيا وهذا العطى لا تشتريه الدراهم وكافل أيتام أراد مثوبة وكم رويت بالصالحين المراحم يريد استحاب المصطفى يوم بعثه فهذا بما في جنة الخلدي عالمه فلم يقهر الأيتام بل كان راحما وبالرحمة المثلى يسود الأوادم النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن يكون بيعدي على ناس كتير مننا من غير ما يحسوا بإمته الحقيقية وهو موضوع اليطم ساعات بنفتكر أن اليتيم ده مجرد شخص فقط أبو أو أمه لكن الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير اليتيم شخص فقد جزء كبير من روحه من ساعته من تذوقه لطعم الحياة والأشياء والمواقف اللي بيعيشها وعكس ما ناس كتير بتبقى متخيلة أن ده شخص فقد العائل ليه فمحتاج مساعدتنا المادية الحقيقة أن اليتيم بيبقى محتاج للأهم من ده محتاج لكلمة طيبة محتاج لنظرة حنان واهتمام ربنا يجعلنا جميعا سند لبعض ترجمة نانسي قنقر